في الفصل الثاني recurrences المعادلات التكرارية في هذا الفصل نتعرف على المعادلات التكرارية ونقوم بحل المعادلات التكرارية باستخدام التعويض substitution والشجرة التكرارية recurrent tree والنظرية الأساسية master theorem واحد تعريف الrecurrence أو المعادلات التكرارية إذا كانت الخوارزمية تستدعي نفسها فإننا نسميها خوارزمية تكرارية والزمن الذي تستغرقه الخوارزمية يمكن وصفه باستخدام الrecurrence أو المعادلة التكرارية تعريف المعادلة التكرارية هي معادلة تصف دلة بدلالة قيم عند استدعاء قيم أصغر وهي طريقة فعالة لدراسة الخوارزميات باسلوب divide and conquer فرق أسد شكل اثنين واحد يوضح مثال على خوارزمية تكرارية افتراضية اسمها اكس سورت ونلاحظ أنها تستدعي نفسها في السطر ثلاثة وأربعة دعونا نقسم وقتها إلى ثلاثة أجزاء تفريق divide وهي السطور واحد واثنين التي تسبق التكرار ولأن ليس فيها فورلوب أو تكرار فإن وقتها الكل واحد غزو conquer وهي عدد مرات التكرار وحجم كل تكرار لدينا اثنين تكرار اللي هو السطر ثلاثة وأربعة وكل واحد يأخذ نصف عدد العناصر لأن B هي البداية والR هي النهاية وB زائد R بتسوي N إذن B زائد R على 2 تسوي N على 2 اتحاد combine وهي السطور التي تلي التكرار وهو سطر 5 وإذا افترضنا أن سطر 5 هي دلة تستغرق N إذن وقت ال combine أو وقت الاتحاد هو O وعليه فإننا نكتب المعادلة التكرارية والتي يمكن تبسطها إلى 2T زائد T of N على 2 زائد N وباستخدام النظرية الأساسية كما سنلاحظ لاحقا فإن وقتها يساوي O N لج N